احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم واحد فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسيكك حديد مصر وذلك بعد اتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسيكك حديد مصر تضمنت الدورة التدريبية تدريبا فنيا وتخصصيا وفقا لأحدث الأسليب العلمية بالمنشآت التعلمية بالقوات المسلحة احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدورة الأولى من الفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل تضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري أعقب ذلك عرض فيلم تسجلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة كما قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديرا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية وألقى لواء أركان حرب حسام الدين مصطفى عبد السلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم متمنيا لهم التوفيق في المستقبل مشيرا إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالكلية العسكرية التكنولوجية وقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية في المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذا للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راق خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية حضر الاحتفالية لواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤول وزارة النقل اشتركوا في القناة